بنتنبينا الملف الأخير الملف السادس وابتدنا فيه بمعنى بيخلينا قريبين من الحق سبحانه وتعالى ابتدنا ملف السعادة السعادة اللي هي لون بيلون بيه لله سبحانه وتعالى حياة الطيبين السعادة هي اللي بدخلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكرٍ أو انثى وهو مؤمنٌ فلنحي ينّه حياتاً طيبة السعادة ده هي لون الحياة الطيبة وعشان كده الله سبحانه وتعالى في آية سورة محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وعشان كده إيه اللي حاصل لازم نشوف السعادة لازم نشوف السعادة ونشوف أول لبنة بتبنيها الآية في حياتنا إن السعادة حقيقة وعشان نعيش إن السعادة حقيقة لازم نتيقم ونعيش شوية حاجات أول حاجة قلنا قبل الفاصل خلوا يومكم يبتدي بالنور يبتدي بالجمال يبتدي بالسعى يبتدي بالوصل بالله سبحانه وتعالى فتحوا أعنيكم على نور ربنا على نور ربنا اللي هو الشمس لا على نور ربنا اللي هو الحمد عشان ولئن شكرتم لأزيدنكم عشان تشوف الدنيا بنعمة ربنا ويا سلام لما تحمد ربنا على نعمة حاضرة وكمان تاني حاجة خليك دايما تعيش مع أهل الامتنان يعني إيه مع أهل الامتنان إيه اللي حاصل تعيش مع الناس دايماً اللي بيذكروا نعم ربنا وبيمتنوا للناس ويا سلام لما تتعلم انت كمان ان انت تكون من اهل الامتنان فتمتن لأولادك لما يقول لك كلام حلو وتمتن كمان لزوجتك والأحبابك والزميلك وتعيش بالامتنان ده فالمتنان بيربي قلبك وبينور قلبك وبيوسع قلبك على الفرح بنعمة ربنا لان بتحس ان كل اللي حوالك دولة نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وكمان ياريت تختار حد كل يوم من اسرتك او من اهلك او من احبابك او من اصدقاء من الديرة المحيطة بيك القريبة اللي دايماً تقدر تعيش مها اختاروا ان اي حد محتاج حاجة طيب خطره فتعمل ايه تدخل السرور على قلبه فاكرين ان من اعظم الصدقات ومن اعظم النعم سرور تدخله على مسلم فتقرر ان انت تدخل السرور على قلبه ولو بكلمة حلوة عنه ولو بوصفه فعل عمله بوصف حسن فتسعده عشان تعرف اني اسعد الناس من اسعد الناس ساعتها هتحس ان حياتك مليانة بسعادة اخر حاجة حاول ان انت تضيف كل يوم قيمة جديدة في حياتك مع اسرتك في قيمة اضافية بعمل تعملوه مع بعض باضافة فكرة جديدة لحياتكم كل ما تعمل الكلام ده كل ما حياتك هتتملي سعادة وهنا يا رب اجعلنا دايما من السعداء اشتركوا في القناة